بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درس هذا اليوم معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف الإسم غير المشهور فائدة معرفة هذا البحث هو أن لا يظن أن لا يظن الشخص الواحد اثنين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد من يصنف في الكنى يبوب تصنيفه على حروف المعجم لكن للكنا ثم يذكر أسماء أصحابها فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق ويذكر اسمه وفي باب الباء أبا بشر ويذكر اسمه وهكذا نتعرف الآن على أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها واحد من اسمه كنيته ولا اسم له غيرها كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا كأبي أناس وهو صحابي من لقب بكنية وله اسم وله كنية غيرها كأبي ثراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة أيضا من عرف بكنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولا أشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر أيضا هناك من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري أيضا من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كآباء عبد الله سفيان الثوري ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل أيضا هناك من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله أيضا هناك من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة ابن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن ابن عوف والحسن ابن علي ابن أبي طالب جميعهم كنيتهم أبو محمد من أشهر المصنفات في الكنى علي بن المديني ومسلم والنساء صنه في الكنى ومن أشهر هذه المصنفات هناك كتاب الكنى والأسماء للدولابي المتوفى سنة 310 هجرية هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم